اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ناقص سين واحد هي الاحداث السيني للنقطة وبسط سالب في سالب بموجب اثنين ثم اضع هذا الجانب واستطيعوا اذا اكملتوا التبسيط ان اصل الى صيغة الميلي والمقطع او حتى ان اصل الى الصورة القياسية لان جميع هذه المعادلات تدل على نفس المستقيم ولنجرب ان نصل الى صيغة الميلي والمقطع من هنا نبسط ستكون صد زائد اثنين يساوي نوزع الضربة على الجمع ربع في سين ثم ربع في سالب ثلاثة بسالب ثلاثة على اربعة كي نصل الى صيغة الميلي والمقطع نطرح اثنان من الطرفين تصبح المعادلة صد يساوي ربع سين سالب ثلاثة على اربعة سالب اثنين يصبح سالب احد عشر على اربعة وصلنا لصيغة الميلي والمقطع انظر هذا هو الميل المضروب في السين ويصبح هذا هو مقطع الصد صيغة ميل ونقطة منها وصلنا الى صيغة ميل ومقطع وهما يدلان على نفس المستقيم ليس معادلتان مختلفتان فقط الترتيب مختلف وحتى من هنا استطيع ان اصل الى المعادلة القياسية كلها تدل على نفس المستقيم كلها نفس المعادلات فقط ترتيب مختلف الان لنرى كيفية التمثيل البياني لهذا المستقيم كيف امثلها ابدأ بالنقطة للمعطا ثلاثة وسالب اثنين هذه ثلاثة وسالب اثنين هذه هي النقطة وعند الميل كما رأينا في الميل سابقا الميل هو تغير الصادات على تغير السينات فتغير الصادات بواحد اذا استطيع ان اصعد وحدة واحدة وانزل وحدة واحدة تغير السينات اربع وحدات فاستطيع ان اصعد وحدة واتجه الى اليمين اربع وحدات ولكن ليس عندي مساحة على الرسم اذا استطيع ان افعل العكس انزل وحدة واحدة واتحرك الى اليسار اربع وحدات وسأحصل على نفس النتيجة لان سالب واحد تحرك الى الاسفل وحدة واحدة على سالب اربعة وهو التحرك الى اليسار اربع وحدات سالب على سالب فيها موجب فهو نفس الميل اذا اتحرك الى الاسفل وحدة واحدة ثم الى اليسار واحد اثنان ثلاثة اربعة هذه هي النقطة الثانية اوصل بينهما حصلت على التمثيل البعي كما رأينا سابقا ايضا نستطيع ان نمثل بيانيا عن طريق ايجاد المقطع السيني والمقطع الصادي او عن طريق الجدول حيث افرض قيما مختلفة للسين واجد الصاد كلها طرق تؤدي الى نفس النتيجة والان لنرى كيف نحول من صيغة الميل ونقطة الى الصورة القياسية كما ذكرنا سابقا هذه كلها طرق مختلفة لكتابة نفس المعادلة فلنأخذ المعادلة التي حصلنا عليها ونكتبها بالصورة القياسية هذه صورة الميل ونقطة نفس هذه الصورة الآن فلنحولها للصورة القياسية هذا الجانب سيبقى كما هو نوزع الضرب على الجم سيصبح ربع في سين وربع في سالب ثلاثة بسالب ثلاثة على أربع ما الصورة القياسية؟ الصورة القياسية كما نعرف ألف في سين زائد باء في صاد يساوي جيم فعندي هنا ألف في سين هذه هي عدد مضرب في سين زائد باء في صاد إذن الصاد أحتاجها هنا إذن أطرح من هنا صاد ومن هنا أطرح صاد فستصبح عندي في هذا الجانب الثان فقط يساوي ربع في سين ناقص صاد ناقص ثلاثة على أربع نرجع مرة أخرى للصورة القياسية ألف في سين زائد باء في صاد يساوي جيم ألف في سين زائد باء في صاد يساوي جيم إذن يجب أن أتخلص من هذا الحد بأن يكون هنا أضيف في هذا الجانب ثلاثة على أربع وأضيف أيضا في هذا الجانب ثلاثة على أربع إذن جمعت هنا سيصبح أحد عشر على أربع يساوي ربع سين ناقص صاد وهذه بصفر وهذه هي الصورة القياسية الألف المضربة في السين هي الربع ثم سالب واحد المضربة في الصاد هي الباء والأحد عشر على أربعة هي الجيم